موسيقى الى الازمة الروسية الاوكرانية حيث قال الرئيس الاوكراني فولادامير زلنسكي قال ان الحرب مستمرة وروسيا تنشر قوات جديدة على الاراضي الاوكرانية دعز لنسكي في كلمة له امام البرلمان النرويجي الى زيادة امدادات الطاقة الى اوكرانيا والاتحاد الاوروبي اكد الكراملين ان شبه جزيرة القرم هي جزء من روسيا وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف قال ان وطا اوكرانيا من مطالبها على طاولة التفاوض يعد امرا ايجابي مشيرا في الوقت ذاته الى ان المفاوضات التي جرت بين الوفدين الروسي والاوكراني مؤخرا لم تؤدي الى نتائج واعدة ولا الى اي تقدم ملموس اعلنت بلدية كييف الاوكرانية ان المدينة لم تتعرض للقصف بالامس بعد كرار روسيا تقليل العمليات العسكرية في محيطها كانت روسيا قد اعلنت انها ستخفض بشكل كبير من النشاط العسكرية على جبهتي كييف وشيرينهاف في اوكرانيا وذلك عقب مباحثات جديدة بين الوفدين الروسي والاوكراني بعد اكثر من شهر على اندلاع النزاع الذي اودى بالالاف واكبر الملايين على الفرار من منازلهم اثارت المحادثات الاوكرانية الاخيرة الامال بعقد لقاء بين الرئيسين الروسي بوتين والاوكراني زلينسكي لحل الازمة الاوكرانية عقب المحادثات اعلن رئيس الوفد الاوكراني دافيد ارخاميا عن شروط كافية بما يسمح بعقد لقاء مباشر بين الرئيسين الاوكراني والروسي داعيا الى آلية دولية من الضمانات الامنية تعمل من خلالها دول ضامنة بطريقة شبيهة للفصل الخامس من ميساق حلف شمال الاطلسي الناتو بل حتى بشكل اكثر صرم وينص البند الخامس من ميساق الحلف على الدفاع المشترك في حال تعرض احدى الدول الحليفة لهجوم وفي بادرة منها لتهديئة الازمة الاوكرانية اعلنت روسيا انها ستقلص عملياتها العسكرية بشكل جذري بعدة مرات في مدن كييف وتشيرنيف واكد رئيس وفد التفاوض الروسي فلاتمير مندسكي انه تم اجراء نقاشات مفيدة مع الجانب الاوكراني بينما قال نائم وزير الدفاع الروسي اليكزاندر فومين ان المحادثات حول اعداد اتفاق بشأن وضع اوكرانيا المحايد وخلوها من الاسلحة النووية انتقلت الى مرحلة عملية وفي الوقت الذي اعلن فيه عن حدوث تطور بشأن المحادثات الروسية الاوكرانية سارع الرئيس الامريكي جو بايدين بالقول ان الغرب يريد ان يرى اذا كانت روسيا ستفي بوعدها بخفض التصعيد العسكرية حول كييف وتشيرنيف في الوقت الذي اكدت فيه كييف نفسها ان العاصمة لم تشهد اي عمليات عسكرية طوال الليل لا اول مرة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي الى ذلك بحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الوضع في اوكرانيا في اتصال الهاتفين مع رئيس الامريكي جو بايدن والفرنسي ايمانويل ماكران والمستشار الالماني اولف شولتس ورئيس الوزراء الايطالي ماريو دراجي هذا وقد اوضح بيان نشره الموقع رسمي للحكومة البريطانية اوضح ان القادة اتفقوا على اهمية دعم الشعب الاوكراني والحفاظ عليه في حرب ضد العملية العسكرية الروسية كما صلط جونسون الضوء على الهجمات التي يتم تنفيذها في مدن كماريبول وناقش القادة الحاج الماسة الى العمل معا لاعادة تشكيل هيكل للطاقة الدولي وتقليل الاعتماد على الهيدرو كاربونات الروسي اكد دومينيك راب نائب رئيس الوزراء البريطاني ان بلاده تنظر بشكل تام تجاه اي وعود تخرج من روسيا حول اوكرانيا اوضح راب ان بريطانيا سوف ترد على موسكو وذلك استنادا الى افعالها وليس ما يصدر عنها من اقوال مضيفا انه لا يزال يتعين اتاحة فرصة للديبلوماسية وانسحاب موسكو من اوكرانيا وليس مجرد اعادة التمركز اعلنت المخابرات العسكرية البريطانية ان وحدات روسية قد تكبدت خسائر فادحة في اوكرانيا مضطرها للعودة الى روسيا وبلاروسيا في مسعى لاعادة تنظيم نفسها واعادة التزود بامدادات هذا وقال الدفاع البريطانية ان مثل هذه الخطوة تضع مزيدا من الضغط على اللوجستيات الروسية المرهقة بالفعل وتوضح الصعوبات التي تواجهها روسيا في اعادة تنظيم وحداتها في المناطق الامامية داخل اوكرانيا اضفت وزارة الدفاع البريطانية انها ترجح ان تواصل روسيا تعويض الفاقد في قدرتها على المناورة بريا من خلال ضربات للمدفعية والضربات الصاروخية الموسعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة